في درس سابق تعرفتم إلى نظرية التباعد في بعدين فإذا كان هناك منطقة R وحدود المنطقة عبارة عن المنحنة المغلق C وكان لديكم مجال متجه على هذا النحو فحسب نظرية التباعد في بعدين المأخوذة من نظرية Green فإن التدفق عبر المنحنة الذي يحد المنطقة والذي يقاس بحساب حاصل الضرب النقطي للمجال المتجه F في متجه الوحدة العامودي على المنحنة C باتجاه الخارج هكذا هذا إن رمز متجه الوحدة العامودي ضرب جزء صغير من المنحنة ويرمز له بDR وعند جمع حاصل الضرب على طول المنحنة وذلك عن طريق حساب التكامل على C فإنه يساوي حسب نظرية التباعد المجموع على المنطقة أي يساوي التكامل على R لكل جزء صغير من مساحة المنطقة ورمزها DA ضرب تباعد المجال المتجه F الذي يقيس مقدار ابتعاد متجهات المجال F عن بعضها إذن التكامل هنا يعبر عن تباعد F إذا نظرتم إلى الرسم هنا تلاحظون أن المتجهات تخرج من منتصف المنطقة R لذا يطلق البعض على هذه النقطة اسم المصدر لأن متجهات المجال تبدو كأنها تخرج من هذه النقطة ومتجهات المجال عند الحدود تكون في نفس اتجاه متجه الوحدة العمودي لذلك سيكون التباعد موجباً وبالتالي فإن قيمة حاصل الضرب هنا موجبة أيضاً فكلما ازداد التباعد ازدادت قيمة حاصل الضرب هنا هذه الحالة الأولى في الحالة الثانية لديكم المنطقة R ومتجهات المجال تبدو بهذا الشكل والمجال المتجه ثابت لا يتغير لاحظوا هنا التضفق على طول هذا الجزء من المرحنة موجب لأن المجال المتجه في نفس اتجاه متجه الوحدة العمودي لكن التضفق عند هذا الجزء من المنحنة سالم فإذا نظرتم إلى المجال المتجه على أنه جزئات مادة تمر عبر المنحنة ففي هذا الجزء المادة تدخل إلى المنطقة لكنها تخرج من هذا الجزء من المنطقة يعني هذا أن محصلة التضفق صفر لكن في الحالة الأولى المادة تخرج من المنطقة لذا التباعد هنا قليل والتضفق الكلي لجميع جزيئات المادة قليل إليكم حالة أخرى هذه المنطقة R إذا كان التباعد سالب ومتجهات المجال جميعها تتجه نحو نفس النقطة في R فإن التباعد سالب والتضفق عبر المنحنة الذي يحيط بالمنطقة سالب أيضاً لأن متجهات المجال عند المنحنة الذي يحيط بالمنطقة تكون في الاتجاه المعاكس لمتجه الوحدة العمودي هذه الحالات الثلاث توضح العلاقة بين التباعد في المنطقة والتضفق عبر المنحنة لكن ماذا لو كانت المنطقة موجودة في فضاء ثلاثي الأبعاد؟ هذه منطقة بسيطة أي أنها غير منحنية بحيث تتقاطع بعض أجزائها بأجزاء أخرى تخيلوا أنها شفافة هذا الخط المتقطع لجانب المنطقة الخلفي وهذا الخط من الأمام تبدو المنطقة أقرب إلى الشكل البيضاوي افترضوا أن هذه المنطقة هي R وهي صلبة وثلاثية الأبعاد هذه المنطقة محاطة بالسطح S أي أن السطح S يشكل حدود المنطقة R إذا كانت متجهات المجال على هذا النحو أي تبدو كأنها تخرج من نقطة في المنطقة R سيكون التباعد موجب ومنتجه الوحدة العامودي N يتجه نحو الخارج لاحظوا أن هذا يشبه الحالة الأولى في الأعلى ولكنه ثلاثي الأبعاد يعني هذا أنه يمكن إيجاد التضفق عبر السطح بحساب حاصل ضرب المجال المتجه F في متجه الوحدة العامودي على السطح ضرب جزء صغير من السطح DS ثم حساب مجموع حاصل الضرب للسطح بأكمله باستخدام التكامل السطحي إذن هذا التكامل يمثل التضفق عبر السطح ويساوي مجموع تباعد المتجه F في المنطقة بأكملها أي التباعد في كل قطعة صغيرة من الحجم بمعنى آخر عليكم حساب التكامل في الأبعاد الثلاثية وذلك باستخدام التكامل الثلاثي على المنطقة R لتباعد F عند كل نقطة ضرب جزء صغير من الحجم وليكن DV لاحظوا أن هذا يشبه التكامل في الأعلى فهذا التكامل يحسب التضفق عبر المنحنة أما هذا فيحسب التضفق عبر السطح وباتباع نفس المبدأ إذا كان المجال المتجه كما في الحالة الثانية في الأعلى حيث المجال ثابت ويمر عبر المنطقة سيكون التضفق سالباً عند هذا الجانب مثلاً وموجباً عند الجانب المقابل أي أن محصلة التضفق صفر وهذا طبيعي لأن التباعد صفر أما لو كان المجال المتجه متقارباً كما في الحالة الثالثة سيكون التضفق سالباً لأنه في الاتجاه المعاكس لمتجه الوحدة العمودي والتباعد أيضاً سالباً لأن جميع متجهات المجال تتجه نحو نقطة واحدة في الدرس القادم تحلون مثالاً عملياً على التباعد في الفضاء ثلاثي الأبعاد ترجمة نانسي قنقر